قدمها خلال تاريخها كمقدم برامج الحلقة اللي طبعاً أحدثت جدل كبير باستضافتي لسيد أياد بن يانو علي جبار وكانت فيها الشرارة الأولى لمحاربة التزوير طبعاً قبل ذلك هذا أيضاً للتاريخ أنه أول من أشار إلى عملية التزوير وحذر منه على مستوى الصحافة كنتاني وأذكر بعد نشري لمادة عن منتخب الشباب وكنت في زيارة لتحاد كرة القدم والتقطت معلومة بالحس الصحفي بأن هناك سبعة أو تسعة من أسماء منتخب الشباب اللي كان يقوده المدرب القدير لتحياتي وتقديري ومحفتي إلى الكافتين عبد الله عبد الحميد بأنهم محالون إلى الفحص الطبي وبأن ذلك سيشكل ضربة قاصمة لهذا المنتخب اللي يستعد إلى بطولة آسيا وانشرت الخبر على صدر الصفحات أو صفحة جريدة الرياضي اللي كان يرى استحريرها زميل خالد جاسم وأثارت جدل كبير في شارع الرياضي لأن الخبر غير متوقع بأنه صحفي شاب ينشر على أنه منتخب الشباب بتسعة أسماء يطالهم التزوير وبأنه سيتم إبعادهم وكيف سيكون البديل والاستحقاق قريب جدا فاتصل بي الزميل طه برغيف وطلبني أن أكون على الهاتف في وجه السيد عبد الله عبد الحميد وكانت شهدت بعض اللامحات اللطيفة اللي ما زلت أستذكرها في ذلك فكانت هذه كانت الشرارة الأولى اللي أشعلتها لمحاربة التزوير ومن بعدها طبعا الكثير من الناس ادعوا أنه كم من لثلاث حلقات الحلقة الأخرى اللي استضفت فيها في بيت الرياضة أعضاء اتحاد كرة القدم يعني كانت واحدة من الحلقات المهمة وأيضا حلقة أول دخول لكابتن منتخب العراق في ذلك الوقت هو أحد نجوم 2007 الكابتن يونس محمود إلى شبكة الإعلام العراقي وأجريت معاه مقابلة كان قبلها رافض تماما أن يجري أي مقابلة في شبكة الإعلام أو في قناة العراق يونس محمود كان عن طريق حسن عيال للشبكة أول حلقة يعني قدمناها أنويا ببرنامج بروح رياضية زين